هذه هي صحراء نيفادا في غرب الولايات المتحدة الأمريكية وهذا هو شارع لاس فيغاس الشهير بولاية نيفادا الأمريكية وذلك هو التندق الذي أدى فيه ألفس برسلي إحدى أشهر حفلاته أما ذلك هو مركز المعارض والمؤتمرات الذي يستطيع أكبر حدث للتكنولوجيا في العالم أهلا بكم إلى معرض المنتجات الاستهلاكية CES لعام 2013 أهلا بكم في الحلقة 100 من برنامج فورتك أقدمها لكم من هنا من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية دعونا نعود قليلا إلى الوراء لنتذكر في لمحة سريعة أكثر من 300 موضوع قدمناها لكم في فورتك من العشرات من الدول حول العالم أنا الآن متواجه إلى غرفة العمليات حيث سيتم استخدام اليد الآلية لإجراء العملية الجراحية من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أعرفكم على بعض التطبيقات لتعليم اللغة الإنجليزية ماذا يحدث عندما تمتزج تكنولوجيا الفضاء مع تكنولوجيا المواصلات لحماية بيئة الأرض هذا ما سأعرفكم عليه في هذا التقرير من مركز أبحاث ناسا هنا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع الحديث المتزايد عن الطاقة المتجددة لا يمكن تخيل أكبر وأهم من هذا أنا أقف في أول حقل تجاري لتوليد الطاقة عبر استخدام أشعة الشمس أنا في مدينة سيبيل بجنوب إسبانيا وحاولي أكثر من ألف مرآة تعكس أشعة الشمس 5 ملايين و 500 ألف شخص على فيسبوك ربما صاروا أكثر الآن خلال الساعة 600 ألف وأكثر من مليون و 400 ألف متابع على تويتر كيف استطاعت نانسي أجرى ما تحسب كل هذا الرقم؟ هل كان فعلا همنا صعبا؟ كل شيء عم بعمله هو يعني يطالع من قلبي فكل شيء يطلع من القلب يوصل للقلب ضغري أشكر هذه الروبوتات على هذا العرض المميز والتحية الخاصة لفورتك في حلقتنا لهذا الأسبوع لكنها للأسف لن تكون ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة سوف نشاهد روبوتات أخرى تلعب رياضة نعشقها جميعا في هذا المكان تم ابتكار وتطوير أحد أبرز اكتشافات مايكروسوفت وهو سطح مايكروسوفت التفاعلي تعالوا معي في هذه السيارة لنتعرف على ذلك أكثر بماذا ستختلف الأبليكيشن التي ستطلقها أول فنان العربية؟ أنا شكت كثير أبليكيشن لفنانين كثير أنا بحبهم وأنا بتتبع لهم أخبارهم مثل مادونة أو ليلي بازا أو أمنام مرحبا أنا الآن في واحدة من أعرق الجامعات في العالم وأقدم الجامعات في سكوتلندا إنها جامعة أدمرى التي أنشئت في عام 1583 47 ألف طالب يتقدمون بطلبات للالتحاق بهذه الجامعة سنويا يقبل فقط أربعة ألاف منهم ما شهدناه في هذا التقرير يحمل كثيرا من التطور لكن أنصحكم بالتحقق بما يطير فوق رؤوسكم لأنه يبدو ليس كل ما يطير هو طائر جميل هذه النفورة هي أحدى معالم سويسرا إذن أنتم تعلمون أين أنا الآن أهلا بكم في مدينة جنان مثل هذا المكان الموجود أنا فيه الآن الذي يحتوي على أكبر عدد من المايكروسكوفات المتطورة ربما في منطقة الشرق الأوسط بأكملها في فقرة تك جواب لهذا الأسبوع أحد المشاهدين يواجه مشاكل في قراءة الملفات التي خزنها على شريحة التخزين أو على البورتبل هارد رايد مرحبا وجيه يسأل إذا كانت التطبيقات على ويندوز 7 تعمل على ويندوز 8 في فقرة مبتكرون لهذا الأسبوع تظهر معنا طالبتان من جامعة منيبال الهندية بداية دعوني أعترف بأن هذه هي أكبر غرفة عازلة للصوت رأيتها في حياتي انظروا إلى هذا تابعوا أحدث ما يشهده عالم التكنولوجيا في فورتك ودائما على بي بي سي